عايز اتكلم معك في موضوع كتير جدا بس دايماً لما بتبقى معايا بلاقي فرصة حلوة ان انا اتكلم على الاتحاد السكندري ياخد مساحته اللي يستحقها للتحاد دايماً يعني الاتحاد في الدوري السنية دي في مركز رابع دلوقتي في جدول ترتيب الدوري ماشي بشكل كويس في كثير من الاحيان بعض النتاج السلبية نادرة في الدوري هذا الموسيقى ورغم كده شفنا استقالة اخيرة للكابتن طارق العشر وبعد كده تراجع عنها ايه اللي حصل او ايه اللي بيحصل في الاتحاد خليني بس نقطة الحقيقة مدايقانة جدا تفضل يعني في معظم معظم القنوات الرياضية يعني احنا بنتكلم على مثلا مربع الزهبي مفهوش اهلي وزمالك ورغم هذا تلاقي كل القنوات اخبار اهلي واخبار زمالك ارجوكو نخرج بالحطة دي شوية الا طبعا مجموعة يعني لكن ارجو بنحاول طول الوقت لازم والله بنا العالم لازم فيه 16 نادي اتحاد والاسماعيل والمصري وبالمناسبة حتى الاندية اللي مش جماهيرية وكل نادي في مكانة جيدة حقه ياخد حقه طبعا فيه 16 نادي لازم ياخدوا حقهم طبعا وفي نفس الوقت يعني ما نتخلوش الناس تزعل من اهلي وزمالك يعني مش ممكن ابدا تفضل سنتين مثلا بتتكلم في قضية كهرباء هيدفع الغرامة ولا لأ عندنا مثلا في نادي الاتحاد سكنداري النادي عايز يبني المرحلة التانية من النادي عشان يلاعمل دخل كبير عشان يقدر على يصرف على النادي يعني احنا عدلها كمان سنة سنتين كده هنتكلم على قضية الشحات والشيبش مع بقى لنا ودخلنا فيها احنا مكملين ما معاك والله يا كنتمبر واتفق معاك مليون في المية الاتحاد النادي عظيم وكبير مش محتاجين نقول كده يعني مش عمش بقول ان بعرفكم انه الاتحاد النادي عظيم ده الاتحاد النادي التاريخي في مصر يعني طيب ايه اللي بيحصل بقى في الاتحاد هو يعني انا يعني اتفهم تماما ان انت لما تخسر وبشكل مايرضيش حد انك تبقى غطبان كجمهور ده انا اتفهم هذا الكلام والجمهور عنده حق لكن حتة التجاوز شوية للبيت بقى والاهل وبتاع يعني دي انا ماحبهاش لان ماحدش يقبل على نفسه انه يهان يعني حتى يعني مثلا الراجل اللي شاتم ده يحط نفسه مكان طارق هل يقبل ان حد اشتمه ده بمنتهى البساطة كده وبالبلد يعني فكان فيه الى حد ما بعض التجاوزات في مبارات الاهلي بين الشطين طارق الحياة كان مضغوط جامد طارق بيقعد في النادي 24 ساعة على فكرة كل حاجة بيتابعها الناشئين بيتابعهم الفريق الاول الحقيقة مكتهد بشكل كبير جدا يعني ده بالاضافة لان طارق عنده ظرف او امر صعب جدا عائلي ما يعرفوش غير انا والاستاذ محمد مسلحة رئيسي النادي فقط الظرف ده يخلي اي لاعب او اي اسف مدرب يخرج عن تركيزه تماما الظرف اسر يا كابترام اه تمام وبالتالي من هنا مع نتيجة المباراة مع الحقيقة يمكن زعل بعض الناس فطارق خد قرار انا في ساعتها قلت ده قراري مفعالي يعني لان انا عارف طارق طارق يعني انا مش عايز اقول ده تلميزي لا لعب معايا واول ما كانش مقتنع ان يبقى مدرب على فكرة طارق انا اللي اقنعته خدت معايا لما تقول انه كانت تلميزي كانت ترى مش عايز على تلميزي لا مرز عايز طارق يعني انا بعتبره في مقام ابني على فكرة مش يعني وفي نفس الوقت هو كان منفعل جدا واخد قرار فعالي انا بعض زوره عليه طبعا نمكن البعض زعل منه لكن احنا في النهاء بشري يعني لكن بعد مجتمع مع الاستاذ محمد مسلحي يعني واصل اسكندرية بعد مبارات الاهلي على طول قاعد مع رئيس النادي ورئيس النادي هنا من الزكاء أنه يتعامل مع الموقف في ساعتها خاصة أن طارق برضو من الأريبين للأستاذ محمد مسلم وأقنعه تماما وهدى الأمور تماما وانتهت القصة يعني أنا بس عشان نبقى منصفين أنا بنعمل مقارنة طارق العشر النهاردة بعد المباراة رقم 22 عنده 35 نقطة السنة اللي فاتت إحنا أنهنا الدوري بعد 34 مباراة مع مستر زوران عندنا 43 نقطة يعني فرق 8 نقاط ولسه الدوري فيه 12 مباراة أتكلمنا على إحصائيات بقى أهداف دخلت وأهداف جبناها وكل صالح طارق العشر الحاجة الأهم بقى حكيمه الأربع عندها اللي في المقدمة دلوقتي أو في المربع الزهبي محتفظين بمدربينهم ما عملوش تغيير ده معناه إيه؟ معناه استقرار معناه هدوء معناه رؤية صائبة من الإدارات وبالتالي في نتائج صح هتلاقي معظم الفرق بقية الفرق اللي موجودة في الدوري معظمهم عملوا تغييرات نتيجة النتائج اللي مش مظبوطة وبالتالي ده حاجة الحاجة الأهم بقى طارق ابن النادي يعني طارق ابن النادي للاتحاد من باب أولى أن أنا أصبر عليه خاصة النتائج بتقول إنها مش وحشة موسيقى